قال وزير الإعلام وثقافة والسياحة معمر الإرياني أن قيام ميليشيات الحوث الإرهابية التابعة لإيران بإصدار تعميم لملاك المطاعم في العاصمة المختطفة صنعاء بفرض طلب إبراز عقد الزواج والهوية الشخصية لدخول أي شخص مع زوجته يكشف وجهها الحقيقي القبيح ويأكد من جديد أن تنظيم إرهابي لا يختلف عن باقي تنظيمات الإرهابية وأضف معمر الإرياني أن التعميم الذي يأتي بعد أيام من القيود التي فرضتها ميليشيات الحوث على حركة النساء بمناطق سيطرتها ومنع سفرهن عبر مطار صنعاء وتنقلهن بين المحافظات بليون محرم وأكد مدونة السلوك التي تحاول فرضها كشرط للاستمرار في الوظيفة العامة يؤكد مضيها في استنساخ ممارسات نظام الملالي في إيران وأجدد الإرياني التأكيد أن المجتمع اليمني بطبيعته محافظ وأن ما تقوم به ميليشيات الحوث الإرهابية من محاولات للطعن والتشكيك في أخلاق المجتمع والتلصص والتدخل في خصوصياته وتنصيب نفسها حارسا للفضيلة ووصيا على اليمنيين هو تدخل سافر يكشفها مجيتها وتخلفها عن روح ومفاهيم العصر ودعا لرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان دعا لرياني منظمات حقوق الإنسان لإدانة هذه الممارسات والعمل على تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية وتجفيف منابع تمويلها ودعم جهود الدولة لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها اليمنيون ترجمة نانسي قنقر